اهلا بكم من جديد مشاهدين اذا كان من المفترض ان يعلن عن تشكيل الحكومة في ايلول الماضي لكن الموضوع تعرقل بسبب مشكلتي التمثيل السني ومشكلة توزيع الحقائب الوزارية المصالح المتباينة بين طرفين سياسيين المسيحيين المتنافسين على منصب رئاسة اللبنانية والمناصب الوزرية الاخرى والمقصود هنا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ظهر الخلاف بشأن التمثيل السني عندما قالت مجموعة من النواب السنة المتحالفة مع حزب الله ان من حقهم الحصول على حقيبة وزرية تعكس ما كاسبهم الانتخابية لكن الحريري رفض طلبهم ظهرت خلافات اخرى بشأن كيفية توزيع الحقائب الوزارية فالحقائب الوزارية التي لم تحسم ينظر اليها باعتبارها ذات اهمية ثانوية ولما تقبل بها الفرق السياسية اراد حزب الله وحلفاؤها الذين فازوا في الانتخابات البرلمانية تسليم سعد الحريري منصب رئيس الحكومة لكن بشروطهم الخاصة وبعبارة اخرى لم يكنوا مستعدين للتنازل عما يعتبرونه نصيبهم العادل داخل الحكومة موقف الولايات المتحدة الرافض لتسلم الحزب اي وزارة خدمات اساسية خاصة وزارة الصحة وذلك بسبب تخوف واشنطن من ان يستثمر الحزب مخصصات الوزارة من الموازنة لتمويل الارهاب اعود للنقاش من جديد بضيوفي طوني بولوس وفيصل عبد الساتر ورامي انعيم واحمد عياش اهلا بكم من جديد واعود اليك طوني اليس اي حكومة تبقى اقل سوءا من اللاحكومة او الفوضى يعني في الوقت هناك رأيان في هذا الاطار رأي يقول ان ضرورة توجد حكومة للاسباب الاقتصادية لتسيير امور الناس ولاصدار المرسيم اللازمة لبعض القرارات التي يجب ان تمر في تسيير امور الاقتصادية في البلد ولكن هناك رأي اخر يقول ان لا حكومة يعني كما كان الوضع السابق منذ ايام يخفف العباء المترتبة على لبنان فوجود حكومة رسميا يعني على هذه الحكومة ان تقوم بالتزاماتها الدولية والمحلية كما يجب وهناك تحديات كبيرة الجميع لأنه قادر على تحييزها لأسباب كثيرة وهذا الامر سوف يأتي بأضرار كبيرة على لبنان وقد تصل هذا الامر الى عقودات على لبنان وبالتالي وضع الله حكومة كان الأفضل كذلك الموضوع بالنسبة للتهديدات الإسرائيلية يعني هناك رأي يقول ان بغياب حكومة قبل ان تحمل اي جهة رسمية لبنانية نتيجة افعال حزب الله السكسازية تجاه اسرائيل او اي ضربة محتمل تجاه هذا الحزب اما الوجود حكومة وعادة قدرة هذه الحكومة على ضبط ميليش حزب الله فان الحكومة اللبنانية كافة للتحامل المسؤولية والتالي لبناني رسميا يلحى نعم واضح توني سيد رامي نعيم لماذا لا نسلم بان هذه الحكومة وهذه التشكيل الجديدة فرضها الواقع اللبناني يعني يريدون فتح صفحة جديدة وكما قال سيد احمد عياش بان المجتمع الدولي اليوم يريد ان يحتضن لبنان لا يمكن ان المجتمع الدولي ان يحتضن لبنان ولا يزال حزب الله في لبنان يشكل عقبة من مجتمع الدولي وامام اللبنانيين نحن نأمل ان نصل الى هذه الحال اليوم حزب الله متهم الكثير من الافعال قد يكون بريئا لكنه متهم حتى هذه اللحظة وما يقوم به حزب الله حتى هذه اللحظة لا يثبت ان نواياه الحسنة تجاه الدولة اللبنانية قد بدأت بالظهور خاصة وانه عطل تشكيل الحكومة تحت ذريعا كما عطل سابقا هنا في العودة الى ما قاله الاستاذ احمد انا لا يمكن لحزب الله ان يحكي لبنان حكمه منذ الالفان وستة حكمه عندما ألن حرب من جانبه فقط مع اسرائيل وكلف لبنان حربا طويلة عندما اختطف الجنود الاسرائيليين حكمه عندما قرر ان رئيس الجمهورية هو ميشيل عون وقال لا رئاسة جمهورية في لبنان وبقيت الرئاسة معطلة لسنتين حكمه عندما يرسل وزرائه الى سوريا للتفاوض مع المسؤولين السوريين ونصف الشعب اللبناني يعارض هذه المواقف حكمه عندما عطل تشكيل الحكومة وفرض وزيرا من خارج السياق بالاضافة الى ذلك الوزراء الذين هم اليوم في الحكومة الوزير الذي في الحكومة اليوم الذي ينتمي الى فريق اللقاء التشاوري الذي وصفه اليوم رئيس اللقاء الديمقراطي والجمهورية بأنه بروحية سورية استلموا لف النازحين في لبنان هذا اللقاء التشاوري لم يكن لقاء موحدا ليحصل على وزرائه كان ينتمي الى عدة كتل نيابية وتمثلت في الحكومة اللبنانية منهم كان مع الوزير الفنانجي ومنهم كان مع آخرين لكن حزب الله أتى بهم جميعا وقال لهم توحدوا مع بعضكم لنقف في وجه سعد الحريري لنرضع في السنة أكثر في لبنان ولنفرض أننا قادرين على أن نحقق ما نريد بالقوة اليوم ليس في السلاح ولكن عندما يكون يملك السلاح ويفرض رأيه السياسي كأنه استعمل السلاح في الداخل وكأنه عاد إلى خمسة أيار جديد لكن سعد الحريري يعلم جيدا أنه يمكنه أن يواجه عندما واجه سعد الحريري تعرض لضغوطات كثيرة تعرض لإقصاء تعرض فريقه السياسي للتنكيل والتهميش والإغتيالات سعد الحريري يقول اليوم بما أن إيران هي التي تحكم لبنان من خلال حزب الله فليأتي المجتمع الدولي ويضع حد لإيران على هذا الأساس يصبح حزب الله ضعيفا أما أنا سعد الحريري فلا يمكنني أن أواجه منفريدا لا أملك السلاح لا أملك المال لا أملك الخضرة لا يملك شيئا لذلك لا يمكننا أن نلوم سعد الحريري اليوم كل اللوم على المجتمع الدولي يواجه حزب الله ليعود لبنان إلى كنف الجامعة العربية الحقيقية التي نحلم بها على المجتمع الدولي نتحدث تحديدا نختصر هنا في الولايات المتحدة الأمريكية سيد فيصل عبدالساتر ما الذي ستفعله واشنطن لوزارة الصحة التهديد جاء مباشرة لهذه الوزارة مضحك جدا ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية من أنها تتخوف بالأساس هي اعترضت وحاولت أن تتدخل في منع أعطاء حزب الله وزارة الصحة ثم بعد ذلك اعترضت ثم بعد ذلك تحفظت يعني عمليا كأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تتصرف في الداخل اللبناني على أنها هي التي تقرر لمن تمنح هذه الحقيبة أو تلك مشكلتها مع حزب الله هي مشكلة خارج سياق الدولة اللبنانية هي مشكلة قديمة هي تدرك تماما أن حزب الله بالنسبة إليها يمثل خطرا وتهديدا لإسرائيل وبالتالي هي تعمل أي شيء لحفظ أمن إسرائيل إذا كان الأستاذ رامي متشجع هالأد ومتحمس هالأد لهذا الموضوع حسنا فليقول هذا الأمر بشكل واضح لماذا أنت قلت الأمر مضحك سيد عبد الساتر قلت الأمر مضحك لماذا مضحك لأن إيران لحظة لأن إيران ستعاوض أي نقص لأن إيران ستحل محل الدعم في حالة الأمريكي في حال توقف تدعم نفسها إيران أبدا أبدا أولا الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم شيء للبنان كل هذا الكاذب والنفاق الأمريكي يعرفه اللبنانيون تماما لم تقدم شيئا الولايات المتحدة الأمريكية إلى لبنان سوى بعد الأحزية للجيش اللبناني ونحن بالغنى عنها لم تقدم وداع لم تعطي أموال لم تعطي هبات لم تساعد على تطبيق الغرارات الدولية فيما يتعلق في لبنان الـ 425 إلى الآن من 1978 حتى هذه اللحظة لم تنفذوا إسرائيل ولا تحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية كل ما تريدها أمريكا إذا كانت تتحدث عن تهريب لأموال الوزارة لحزب الله أولا وزارة الصحة اللبنانية للمعلومات هي في كل عشرة من كل شهر تكون مكسورة على كذا مليار ليرة لبنانية وبالتالي هذا مضحك يعني وزارة الصحة لا تكفي المرضى اللبناني من اللي يدخل المستشفيات الحكومية ولكن بالنسبة إليك سيد رامين عيم هل لم تقدم بالفعل الدعم الولايات المتحدة الأمريكية للبنان مضحك ما يقوله أستاذ فيصل الولايات المتحدة الأمريكية نحن نعلم اليوم أن لبنان في وضع مالي مأزوم لفترات طويلة ولبنان ليس محميا في الموضوع المالي وعدم الانهيار لا يأتي هكذا من المريخ عدم الانهيار المالي هو بسبب الإرادة الدولية التي تتمثل بأمريكا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لو قررت رفع الدعم عن لبنان لنهرنا ماليا نحن اليوم منهرون أمنيا منهرون سياسيا منهرون مع مجتمعنا لا يمكن أن نصبح أيضا منهرين في الموضوع المالي لنشكر الولايات المتحدة على أنها لازلت تؤمن بالدولة اللبنانية وبالكيان اللبناني ولنشكرها على دعمها المالي وعلى دعمها لمصر في لبنان للحفاظ على سعر الليرة. لأن لو لا أمريكا. لو لا اليونان المتحدة. لو لا المجتمع الدولي. دولي نحن اليوم دولة مفلسة. نعاني ما عانته اليونان. لبل أكثر من ذلك. سيد أحمد عياش. عدا عن وزارة الصحة. التي هددت بقطع الدعم عنها للولايات المتحدة الأمريكية. هناك أصوات من الجمهوريين وأيضا الديمقراطيين. يتحدثون أيضا عن قطع المساعدات للجيش اللبناني. نتيجة هذه الحكومة. هو طبعا الأمر مفتوح لكل التداعيات. لسيما أن نحن تحت عنوان كبير جدا. وهو عنوان المواجهة الأمريكية الإيرانية. ونحن نعلم أن رئيس ترامب من أساسيات برنامج حكمه. هو قطع دابر النفوذ الإيراني في المنطقة من بعد تخلي أو الخروج من الاتفاق النووي. لكن فيما يتعلق بكل الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية هو جدل سيستمر طويلا. له علاقة يعني فعلا بهذا الجانب من التدخل الفضل الإيراني في شؤون المنطقة. أما فيما يتعلق بتأثيره على الواقع اللبناني. فاسمحي لي أن أقول أن هناك إذا صح التعبير نصف ملآ من الكوم. إذا ما نظرنا إلى هذا نصف الملآ من الكوم. سنجد أنه يوم الخميس الماضي قبل دقائق من إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية كان المزاج العام في لبنان مزاج يذهب نحو السودوية. نحو التشاؤم. نحو القلق. نحو احتمالات أن يصبح اللبناني ذات يوم وقد فقدت ليرته قيمتها الشرائية. لكن بعد تشكيل الحكومة اللبنانية انتعشت أمال. ونحن شعرنا نحن جزء من هذا البلد شعرنا بارتفاع من سوء بالأمل في هذا البلد الذهاب إلى أفق جديد نحن لا نقول أن الطريق مفروش بالورود ولكن المقارنة بين واقع سابق وبين واقع مقبل نحن نقبل عليه أنا أرى أن هناك فرصة حقيقية بالنسبة لهذا البلد في مواجهة كل هذه التحقيدات ونحن نعود ونقول أربع ملايين لبناني ومليوني سوري يعني مضاف لهم طبعا اللاجئين الفلسطينيين كل هذا التكوين نحن نتحدث عن ملايين من البشر بضعة ألاف أو بضعة مئات من الألوف مرتبطين بأي مشروع خارجي نحن نتحدث الآن عن مشروع حزب الله لا يلخص الواقع اللبناني بكله اللبنانيون يعيشون حياتهم يتطلعون ألفهم جديد واضحة سيد أحمد عياش أعذرني ووقتي شارفة على الانتهاء توني بولوسا لبنانيون يترقبون هذا البيان الوزاري ما المنتظر؟ نعم يترقبون نهاية هذا البيان الوزاري خوفون من عصره نتيجة التنفذات الموجودة هجل في البيانات السابقة كان هناك خلافان كانت تزلل عبر اللعب على اللغة العربية وعلى بعض المخارجة النفذية التي تكون مدورة وتكون غير واضحة هناك منطرح أن تكون هذا البيان الجديد على نفس الصيغة كان جمهوران بسيء وزير خارجية قال أن البيان الوزاري الحالي سيكون شبيها بالبيان الوزاري السابقة وكأن هناك نسخة طبق الأصل طبعا هذا البيان الذي إذا كنت صحة وتم نقله كما هو سيكون هناك توني هناك مشكلة في الصوت هناك مشكلة في الصوت متقطع وصلتنا الفكرة شكرا جزيلا لك توني بولوس مراسل أورينت نيوز كنت معنا مبشرة من بيروت أستاذ رمي نعيم أخر سؤال باختصار لو سمحت عن هذا البيان الوزاري هل يشهد هو الآخر مخاضا حتى يبصر النور؟ أتمنى التعويل اليوم لكي يكون بيان وزاري وازن أستاذ هجر بس ملاحظة أخيرة إذا ممكن أستاذ فيصل لما أقاطعك أستاذ فيصل سأعودي لك أستاذ فيصل سأعودي لك تفضل التعويل اليوم لكي يكون بيان وزاري متوازن على وليد جنبلاط وعلى سمير جعجة اليوم نحن نعلم جيدا أن حزب الله يريد أن يأخذ بيان وزاري على شكلة البيان السابق أو أفضل من البيان السابق ولكن بعض السياديين في لبنان وعلى رأسهم سمير جعجة والإضافة إلى وليد جنبلاط الذي بدأت تظهر بواد الخلاف مع رئيس سعد الحريري اليوم في مواقفه نعول عليهم لكي لا يكون ذات البيان الوزاري نحن لا نريد أن نقول أننا سنكون بمواجهة مع سوريا وسوريا هي عدوة وما إلى هنا ولكن نحن لا نريد أيضا أن نقول أننا سنكون حلفاء سوريا في البيان الوزاري الجديد إلا عندما تصبح سوريا عضو في الجامعة العربية حقيقة عندها يكون لبنان معترفا بسوريا سيد عبدالساتر تفضل باختصار لو سمحت السياديون يعملون ببورصة وأجندات لا أعتقد أن مثل هذا الأمر الآن لدينا الوقت لكي نسمع لمثل هذه الانتقادات السيد وليد جنبلاط كل يوم في رأيي وكل يوم في شأن لبنان الآن بحاجة إلى تكاتف وتعاون بين جميع الأطراف البيان الوزاري سيكون سلسا وسهلا أكثر بكثير مما يتصوره البعض لسنا هنا في فتح مواجهة وأحلاف ضد سوريا أو مع سوريا نحن نفتش عن المصلحة اللبنانية إذا قالت تركيا مثلا الحكومة التركية قررت إرجاع النازحين في سوريا إلى سوريا هل هناك أحد يتكلم في تركيا أما نحن في لبنان عندما يتحدث بالملف السوري الكل يتنطح ويتحدث عن مئة ألف مشكلة ومشكلة لذلك علينا أن نكون أيضا واقعيين وعدم رمي الاتهامات جزءا أشكرك جزيرة شكر المحلل السياسي فيصل عبد الساتر من بيروت مباشرة كنت معنا أشكر أحمد عياش الكاتب والمحلل السياسي أيضا كان معنا من بيروت شكرا جزيلا لك وشكرا على حضورك معنا أستاذ رامي نعيم صحفي ونشر موقع السياسة اللبنانية شكرا على حضورك معنا وطبعا لزميلنا طوني بولوس مراسل أوريينت نيوز كل الشكر شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة إلى اللقاء شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة